طيب نركز مع بعض الفقرة دي لأن الفقرة دي فيها كلام مهم جداً وتفاصيل كتيرة في أكتر من ملف وكلها ملفات أكيد بتهم النادي الأهلي خلال الفترة الحالية البداية بمباراة بيرامدس مطش صعب جداً النهاردة خاصةً إن الدوري خلصوا كل حاجة ولكن مطش صعب من ناحية إيه؟ إنك في آخر مبارتين خلاص أنت في الرمك الأخير من سباق الدور العام وعايز تحافظ على سلسلة الانتصارات وما يكونش فيه أي خسائر خلال مباريات الدوري فالنهاردة بالتأكيد الجازل فإنها هتعمل مع المباراة رغم أنها مباراة تحصل حاصل بحذر شديد من أجل أولاً الفوز وإحراز السلاس نقاط والاستمرار في يعني الحفاظ على قيمة الخسائر ما فيهاش أي مباريات وفي نفس الوقت كمان مباراة جمهرية بالنسبة جاميري الأهلي خاصةً مع بيرامدس مباراة فإنها على المستوى عالي جداً لأنك بتواجه الوصيف الفريق الثاني اللي هيكون معاك في دورة أبطال إفريقيا الموسم المقبل كولر بيحضر إزاي القيمة اللي تم اختيارها لهذه المباراة هل في غيابات هل في لعيبة ممكن تكون كولر إداها راحة سلبية خاصةً في ظل التدوير اللي هيحصل عشان لسه فيه مباراة كاس مصر عندنا مباراة يعني الأسبوع اللي جاي مع الدخلية يوم تلاتين سبعة في حال المكسب إن شاء الله هنلعب مع المصر يوم تلاتة تمانية في الدور ربع النهاي فبالتالي لسه فيه مباراتين في الكاس مهمين جداً أكتر من مباراة بيرامدز والمصر في الدوري العام اشتركوا في القناة